كما تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مشروع محور بديل خزان أسوان على النيل برفقة عدد من المسؤولين وخلال تفقدي للمحور استمع رئيس مجلس الوزراء ومرافقه لشرح حول تقدم أعمال تنفيذ وإنشاء المحور الذي يبلغ طوله 5.4 كم وعرضه 29 مترا بوقع ثلاث حارات مرورية لكل اتجاه ويشمل تنفيذ المحور ثلاث أعمال صناعية تشتمل على جسرين ونفق واحد بالإضافة إلى أعمال طرق بطول 3.35 كم وبلغت نسبة تنفيذ المحور 95% وذلك للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في الصعيدة وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي